الأهلي يواصل انصاراته ويهزم طلاع الجيش بصنائية نظيفة ويحلق في الصدارة منفردا كابتن علاء ألكم مبروك الله يبرك فيك يا عيمن طبعاً نقاط مؤمن جداً و2-0 نتيجة مبتازة النادي الأهلي شو الثاني مختلف تماماً والخالي الاختلاف من بدل الهدف كابتن عادر الهدف جي بدل لتوقعات عادل لكن بص فريق الجيش يا عيمن النهاردة اختلاطه عندنا مش كتير يعني هما عندوش انهما ممكن يبقى فيه اختلاط في المهورة كتير هو بيلعب على زي ما بقولك او اتفاقنا كلها في الاستوديو انهما عايز يطلع بنقطة النهاردة انهما عندنا مبروكة قضية برضو صعبة مع عزة مالك وبيلعب على دي اول ما هيجي الهدف الموضوع تماماً انتهى بالنسبة للطلاع ما هو واحد زي ثلاثة زي اربعة خلاص هما عندوش ما عندوش تفكير تاني ده اللي حصل بالظبط هدف جيب وحلوط الهدف التوقيت بتاعه التوقيت بتاعه بدري جداً اول ديقة في الشوت التاني فتماماً ريح لعيرة النهاردة الالي تماماً وكولر كمان وبدأ بقى يبص على الشوت التاني كويس قوي وعلى مهلو بقى يبدأ يغايي شوف التغيرات هامل بها ايه على الجانب الاخر ضغط جميل جداً على مدى النحاس وعلى فريق طلاع الجيش في الملح ده اللي حصل للشوت التاني بعد الهدف المساحات بقت موجودة والهجمات بقى خطر جداً التارد جي من هجمة هجمة يعني مش عاف تلات لعيب من الاهلي واتنين من الطلاع يعني بص ايما صورة كده بين الزحمة اللي كان عملها طلاع الجيش في الشوت الاول واللحظة بعد الهدف الاول في الشوت التاني هو ده اللي تماماً خلاص هو انتهى تماماً يعني الهدف بالنسبة له خلاص المباراة انتهت عند ديقة 46 بالنسبة لطلاع الجيش بالنسبة للهدف الاهلي لا الامور خلاص بقى طبيعية جداً مساعدت موجودة نص الملعب مفيش مشكلة فيه طلع الجيش ما بتمسلتش اي خطور عليك يعني حتى لو حلوة اللعبة مش فيه احسن احسن حاجة لكن في الاخر اهم ايه خات التلات نقاط اللي انت بتلعب عليهم احنا بمتفقين المباراة دي انا عايزة تلات نقاط جي الأداء مفيش مشكلة كويس قوي ما جايش الأداء انا عنديش مشكلة كبيرة انا عايزة تلات نقاط المباراة دي وده الأهم الحمد لله فالف عبروك لعبة النادي الأهلي وجماهيره كابنو سامة الف عبروك فوز مهم ومستحق اه طبعا فوز مهم اكيد احنا قلنا النادي الأهلي حتى لو بيلعب ماتش ودي محتاج انه يكسب لانه بيدي قيمة للتيشيرت بتاعه فوز مستحق فعلا لانه الشيوت الأولاني يعني الأداء كان قليل جدا ما كانش فيه خطورة كبيرة على مرمى حارس الجيش محمد شعباني غير واحدة في الآخر كان أشرف لعبها لمحمد شريف وخطاب بطنجل فوق العرضة كان في ندية الهدف بتاع أفشا في بداية الشوط على طول تصرف فيها كويس قوي استغل الخطأ اللي حصل من الحارس وقطعت الكرة من السلية الأفشا استلموا لف وحطاها بزاوية صعبة سهل الدنيا كتير قوي وخل الجيش شبه الجول بتاع الآدية بالضبط شبهه 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 بس دي من الزاوية بتاع الآدية كان من من الجنب الشمال وعلى الطاير وعلى الطاير وراحت في الزاوية البعيدة لكن دي في نفس الاتجاهة بتاعها بس راحت ميلة شوية ميلة وبعيدة جدا لزقة في القائم الأيصر فهدف جميل من أفشا الأمور اتفتحت بعد كده الجيش بيحاول وبيعافر لأنه موقفه صعب جدا وقلنا نقطة واحدة حتى مش كافية بالنسبة له ومحتاجت تلات نقط فلاقى نفسه مغلوب في أول دي في الشوت الثاني في القطوط اتفتحت جدا نص الملعب اتفتح ابتدت يعني تحسن نسبي وطفيف في أداء النادي الأهلي عن الشوت الأولاني ولكن هي الفكرة أنه أنه الهدف سهل الأمور أكتر من الشوت الأولاني يعني بقت غير السيناريوات مبكرة آه يعني غير مظبوط غير السيناريو بالنسبة للجيش أنه لازم يهاجم عشان يعوض وفي نفس الوقت ادى هدوء للعيبة النادي الأهلي فابتدت في محاولات طاهر نزل مكان القندوسي عمل حركة ناحية اليمين رغم أنه فيك بعض العاب يتصرف فيها غلط لكن فيه برضو نجح في أكتر من واحدة واللي جات منها ضربة الجزاء اللي عملها لأفشة وتردد كذا مرة والسولية وجات ضربة الجزاء وعمل هجمة في الآخر برضو خطر العمل السولية كان ممكن تبقى هدف يعني تحس أنه بقى فيه نشاط ناحية الجبهة اليمين ما كانش ده موجود لما كان القندوسي موجود كان فيه طباط أو بط ما فيش حركة فيها فيعني هو هو كمان ما كانش بيلعب زي طهر القندوسي ضمن قوي على جوه لو كان بيلعب في ناحية الشمال كان ضمن قوي ما هو يعني كترمون بالنسبة له صعبة شوي احنا قلنا احنا قلنا انه هو مش واضح مش واضح المكان اللي بيلعب فيه بيلعب على الجناح بتحس انه هو مش لعيب جناح لانه ما عندهش انطلاقات جمدة وما عندهش يعني ما عندهش سرعات بتاع لما بيلعب للعمق بيلعب قدام قوي وابقى ضامم كأنه راس حربة ما بيلعبش كصانع ألعاب ويستلم ويتحرك كتير المهم ايا كان انه انه طير لما نزل بقت فيه حركة حركة ونشاط ناحية اليمين زي ما قلتلك رغم انه فيه احيانا تصرف غلط واحيانا تصرف سليم ولكن فوق الجبهة دي فوق الجبهة اليمين يعني زي ما بيلال كان بيقول الشوطة الولانية كانت كل الأمور ميلة ناحية عبدالقادر والنحة التانية اللي هي فيها اشرف عبدالقادر الشوطة الولانية لأ الشوط التاني بقت فيها نشاط شوية الجبهة اليمين الزبطة الأداء تحسن قلنا نسبيا ولكن الجيش ما قدرش يرجع للقاء مصطفى شوبير طبعا بنقوله ألف سلامة طلع في كرة كانت خطر جدا طلع لعبها بالرأس أطاحها كويس قوي بتوعيد كمسالي بس كانت خبط ولكن قام وكمل المباراة بشكل كويس والغاية لما جبنا الهدف التاني فمبروك للنادي الأهلي الثلاث نقاط فوز زي ما أنت قلت مستحق وكان مهم أنه في مجموعة لعيبة رياحة اللقاء دوت وخاصة واحد زي عالي معلول لأنه كان بيلعب بصفة مستمرة كل الماتشات وحتى ما بيرايحش دقايق فكانت فرصة لي وللبقية المجموعة اللي ما لعبتش أن هي رياحة النهاردة فمبروك الثلاث نقاط مبروك أن اللعبة اللي هي ما لعبتش خدت استشفى كويس في المرحلة دية بالنسبة للعبة اللي لعبت النهاردة لأول مرة أو مش لأول مرة يعني اللي كانوا بيشاركوا على فضلات قليلة فيهم ناس نجحت وقدت وحاولت وفيه ناس للأسف لم يستغلوا الفرصة من أسلم أشعر تقول حاجة تانية للجمهيرة عشان الكابتن عادل عايز يتكلم آه آه لأ الجمهير من اللهم مبروك آه لأ لأ دم بيحاظ اللي بتقول ايه ناكتكمل ولا لأ تكمل ايه SDK لا لا كامل انت خلاص لا 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 بستاني بس لحالات التحكمية انت عايز اتكلم عل الامن والسلام والسلام الجمهور كبتن عادي فغ Hazate أعتباس وقال صراحة الشكل هيتغير والنالي الاقلي هيفرد سيطارك لا طبعا انت كنت تبقيت كل حاجة الحمد لله انا قلت كل حاجة حقلتلكم ان الشوت التاني هنبقى افضل و هنكسب و هنبقى افضل و هنكسبنا ليه اني كما غيرت سبعة يا جماعة وبعدين احنا مش قلنا في بداية المباراة ان المباراة دي تلاتة بنت و مش عايزين نلعب فيها لا انت المباراة دي انت بتكسب فيها كتير انا مش المكسب اكدت انك انت خدت التلاتة بنته بس لا في مكسب كتير اهو مصطفى شبير مكسب كبير واحد محمد اشرف مكسب كبير اتنين و ده حاجة مهمة جدا الباكليف مكسب كبير ولد صغير بيلعب و بيكسب و بيشتغل وعلم علول نجم كبير الاول وعلم علول بيريح لعب لعيب قد ما كانه فده مكسب لنا مصطفى شبير محمد الشناوي جون كبير وبعدين على اللطف جون كبير اتعوروا الاتنين و مصطفى خد الماتش 13 نظام الشباك خالد خالد لعب كويس اه ادى واشتغل كويس اللي هو الباكريت صفكة يعني صفكة جيدة احنا بنتكلم على مكسب كتير قوي احنا بنتكلم فيها وفرحانين بيهم يعني صح يعني طول ما انت بتكسب طول ما انت ماشي كويس والستراتيجيتك كويسة وانت الراجل بيشتغل على كام مرحلة وكام بطولة وكام مباراة صعبة وعندنا حاجات كتير صعبة جدا بالامانة يعني يعني احنا اشوف بغض النظر عن اي حاجة انت بتتكلم على انك انت وانت نادي بتلعب بطولة واحدة وانت نادي بتلعب ماشي وبعدين بتراي عشر تيام وبتحدر عشر تيام للماتش اللي بعده ده انت الراجل بتلعب ماشي النهاردة في بطولة بطريقة لعب بتروح تسافر تلعب ماتش تاني في بطولة اخرى بطريقة لعب اخرى بلعيبة اخرى يعني غيب عنك فرقة غيب عنك فرقة كاملة يعني يعني انت لما تيجي تتكلم على مثلا اي اي ادارة في الدنيا فكورة القدم لما تيجي إحنا نقول لهم وفروا لنا العدد الكبير من اللعيبة دي أنت كل لعيبتك أساسية كل لعيبتك لعيبة كبيرة إحنا وإحنا عندنا لعيب قليل ده حتى نشئينك تمانهم غالي يعني لو طلعوا بره تمانهم غالي فأنت بتتكلم أنت عندك مجموعة كبيرة من اللعيبة سابعة النهاردة تمانية ولا تسعة بره الفرقة وفيه كمان البقية اللي سكور اللي هم بره اللي احتياطي لعيبة أساسية برده كانت احتياطي واللعيبة اللي جوه الملعب فأنت أنا ساعدت بالفرقة إنك أنت وكنت عندي ثقة فيهم ليه لإن التجانس بتاع الفرقة اللي لعبة المبارات اللي فاتت كلها تلاقي فيه تجانس أنا عارف إنه هي عشان عندنا طريقة لعبة عندنا طريقة لعبة فالتجانس تاني طايم هييجي وبقيت الأفضل وبقيت الأحسن أنت رحت عالجون كم مرة الشوت التاني أكتر من الشوت الأولاني بمرعب علشان كان فيه مش اللغبطة بلوع اللغبطة أنت دلوقتي مثلا ديك مثال ديانج كان بلعب جنب مين في قصة الملعب كان بلعب مع حمدي فاتحي ومروان عطية وورا كان بلعب علي معلول وورا الناحية التانية كان بلعب محمد هاني وبعدين صرت باك بلعب مع محمد عبد المنع مياسر فكل اللي أنا قلت لك علي ده ما فيش اللي ياسر اللي جنبه فهيبقى فيه زي يعني التجانس اللي هو مية في المية هقول لك حاجة كمان يا كبتن أيني عندك مشكلة أنت ما عندكش تدريب عشان تعمل التجانس ده انت فيديو شغل فيديو مع اللعيبة يعني هو بيقول للعيبة أنت هتلعب هنا أحيانا فيه لعبة كتير ممكن تكون تفاجأة أن هي هتلعب في النهاردة المباراة ولكن في آخر المطاف عايزين نتكلم ونقول احنا في آخر عشرين خطوة للحظ انت فيه فترات محتاج التكاتف كل الناس طبعا من أول اللاعبين إلى الإدارة إلى كهان الفني بتاع الفرق إيه لحنا كمان كناس ما جماهير لا جمهورنا أولا حسنا جمهورنا هو رقم واحد طبعا ما انت من النادي الأهلي من غير جمهور ومش هيبقى النادي الأهلي هو مبدأ النادي الأهلي هو الجمهور رقم واحد انت بتكلم جمهورك في كل حتة في العالم صحيح جمهورك ما بيرضاش انك تخسر يعني النهاردة لو قد الله كان فيه تعادل جمهورك يزعل منك اه ما بي ما بي ما يعني ما اللي هو عايز اقولك ما بيخلكش تفقد السقة لكن بيزعل منك جدا انه يخسر أي أي مباراة ويتعادل معك أي مباراة ولكن في الآخر عاوز اقولك مبروك النهاردة عندنا خدنا ثلاثة بونت في الصراع الدوري يبقى احنا ماشيين بقالنا مقشين الحمد لله ناسلنا مقشي ثالث وبعدين نقفل سيناريو الدوري والروح لسيناريو أفريقيا اللي هو عندنا في الوقت الحالي مهم ومهم جدا لانه فيه صعوبة في قوة انت بتتكلم في كل فرق الدوري في الوقت الحالي على النادي الأهلي المباراة فيها صعوبة يعني النهاردة طلع الجيش المباراة صعبة جدا انت كسبتها بقوة عشان مباراة صعبة المباراة اللي جاية كلها كل الفرق اتلاقي اللي بينزل واتلاقي اللي اللي عاوز ياخد مركز والتلاقي اللي عايز يروح يلعب في بطولة أفريقيا فانت هتلاقي المباراة اللي جاية كلها انت مش في نزهة انت هتبقى في صعوبة وبعدين طالع على بطولة قرية الوحيدة اللي بيلعب فيها اللي بيمثل مصر في البطولات القرية في الوقت الحالي النادي الأهلي هو اللي مكمل النادي الأهلي التعب وإجهاد وعلشان كده أنا ببرك لهم و ببرك لكل أروا و بقول له ان شاء الله الأيام الجاية تكمل الاستراتيجية اللي انت بتعملها بالمبريتين المهمين اللي هم الوداد هنا والوداد هناك و كلنا وراهم وإحنا بنصف فيهم على فكرة وعلشان كده أنا قلت لك تاني شوت انا واصل فيهم هيعملوا هيكسبوا وهنكسب كويس. صحيح. كابتن بلال الف مبروك. فوز مهم طبعا زي ما لك كباتن. بس ميستر كولر نجح في انه ياخد اللي عايزه من المبروك. طبعا مبروك للأهل النهاردة. مكسب مهم جدا. كل مكسب المباراة اللي جاية هتكسبه. ده بيقربت. قربك من دراء التاور. نقاط كتيرة جدا جدا كابتان. صح. اول حاجة لان انت خلاص الثقة. تاني حاجة. الخصم اللي وراك. اللي بينك وبينه عدد مباراة. اللي بينك وبينه عدد مباراة يعني كتير. مش بكلم على النقاط بس عدد مباراة الكتير. تمام. ده خلاص يعني بيحس بأنه خلاص الامور انتهت لصالح النادي الالي. او على وشك انتهت لصالح النادي الالي. آآ. تالت حاجة مهمة جدا 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 كابتان ايمان. انك انت كل مكسب بتكسبه. كل ما بتقدر تغير وتشتغل بالطور اللي انت عايز. تمام. يعني ده برضو حاجة مهمة جدا جدا بالنسبة للمكسب اللي انت عمل. النهاردة. اربع يعني نقاط مهمة جدا بالنسبة لمباراة النهاردة. النقطة النقطة الاولى. تعدك مباراة النهائي. نهائي افريقيا. فبالتالي النهاردة كان عنصر من العاصر مهمة جدا. انك تريح بعض اللعيبة الاساسية اللي هتعتمد عليها في مباراة النهائية. وده النهاردة عملوا ميستر كولر. بس احنا ما كناش نتوقع بالعدد ده. خد. شوف. هو انا بكلمك على استراتيجية الراجل. يعني اللي انا شايفه النهاردة. انا من خلال الماتش. انه كان عنده اربع حاجات النهاردة مهمين جدا. الحاجة الاولى. انك تريح بعض اللعيبة الاساسية. عشان خاطر مباراة النهائي. لان انت وارد اللعيب لقدر ايض صعب. وارد اللعيب يوجد. وارد ان انت تخش في اي خاطر من من الاختار اللي ممكن تمر بيها. تمام. تاني حاجة النهاردة انك حافظت على سلسلة المكاسب اللي انت بتشتغل بيها. انه النهاردة بقى لك كم مباراة بتكسب الاهلي اعتقد النهاردة المباراة 14 او 15. هو احنا دلوقتي كده من ساعة مباراة سانداونز لعيبنا 13 مباراة. 12 مكسب واحد تعالي. تمام. فالنهاردة الحاجة اللي عملها اتنين ان انت حافظت على سلسلة المكاسب اللي انت بتشتغل عليها. مزبوط. تانت حاجة انك حافظت على نظافة شباكك وانت تشغل وانت بتلعب. حتى وانت بتغير عدد اللعيبة. صحيح. الحاجة الرابعة ان انت نهاردة ديت لعيبة ما بتلعبش. مزبوط. فالنهاردة مستر كولر عمل اربع حاجات مهمة جدا جدا جدا. نجح فيهم الاربعة. بتفوق ومتياز. انه هو النهاردة اشتغل بشكل كويس على مجموعة من الاهداف. حقق كلها النهاردة. فالنهاردة المكسب بغض النظر بقى عن الاداء وطبيعة الاداء والاسلوب اللي بتلعب بيه والتاكتك. خلاص انت في زمن دلوقتي. وفي توقيت. انت بتبحث عن المكسب. تمام? بتدور عنك تكسب ازاي. في بطولة الدورة. انا بتكلم على بطولة الدورة العام. نهاردة في افريقيا الموضوع يبقى مختلف. افريقيا عشان تكسب. لازم تلعب كويس. عشان تكسب. لازم تحط تاكتك كويس. عشان تكسب. لازم تشتغل مع اللعيبة على بعض النقاط الفنية بشكل كويس. عشان تكسب. لازم تشتغل على النقاط ضعف الخاصم. عشان تكسب. لازم النهاردة يبقى عندك عارف نقاط القوة بتاعت الخاصم ايه. وتشتغل عليها عشان تقفلها. لكن النهاردة انت في الدورة العام المصري مع فريق النقاط ومبارات اللي ليك. لأ انت عايز تكسب بس. ما بتدورش على اي حاجة. ليه? لان انت اصلا الاداء بتاعك والنتايج بتاعتك واسلوبك في اللعب. واللي يقعب الدنيا بتاعتك افضل بكتير جدا من كل المنافسين. فانت النهاردة بتدور على المكسب باقل المجهود. بتدور على المكسب وانت عايز تريح بعض الناس. بتدور على المكسب. وانت مش شغلك اوي انا هعملي اي انا هادى ازاي انا هادى يبقى شكله و معاي طريقة. انت بتدورها على المكسب في حدود الحاجات اللي انت بتحطوها النهاردة عشان تكسب attent日iche. تمام؟ لكن انت النهاردة ليه بقى? لان انت عندك ما برا تاني out مهمة جدا. عندك بطولة تانية مهمة جدا. انت تكاد تكون بطولة الدور العام حسمة بالنسبة لك. تكاد تكون. عشان بس ما يبقاش وعشان ما يبقاش فيه قيلة وقال يعني. لكن انا نهاردة اللي محسمش. واللي محتاج تفكير. واللي محتاج شغل. هو بطولة افريقيا. انت هتلعب مع النهائي. هتلعب مع النهائي. وعندك مش عايز اقول تار بيت. بس عندك مباراة مع فريق. هو كذبك السن الفاتت في الفائد. هو فريق مش الافضل في افريقيا. من وجهة نظر الشخصية. لكنه يتميز ببعض الحاجات. بدنيا. عالي جدا. تك تيكيا منظم. هو مهاريا مش عالي قوي. يعني المهارات الفردية عند اللعيبة بتاعته مش عالية كتير. لكنه بيقدي بشكل جيد. بيعرف يستغل النقاط ضعف الخصم وبيشتغل عليها. خاصة وعنده تميزات في الكرات العالية. فالنهاردة عايز اقول بالنسبة للمرة الدور العام للنادي الاهلي النهاردة. نهاردة الاهلي تفوق. وتفوق بشكل كاسح جدا. يعني النهاردة تقول من يكسب النهاردة الاهلي الأداء. ولو جبت الأرقام كمان شوية اللي استحوازه الشوتس والشوتس والتارجيته بتاع تلاقي الاهلي والأفضل. فالنهاردة الاهلي استحق المكسب ولكن كسب بالطريقة وبالشكل اللي هو عايزه. مضبور. صح. كابتن علاءة نجح مستر كورن ياخد الثلاث نقاط. ومع ذلك الشوت التاني ما كنتش حتى وبعد الاهلي ما جاب جول منتظرين رد فعل الجيش. رد فعل الجيش تحس برضو انه هو لو لعب شوتين وراء بعض مش هيقدر يجيب جول. ولكن اللي كان يعني بالنسبة لنا احنا اللي احنا كنا شايفينه ان النادي الاهلي هو الاقرب ان يجيب هدف تاني. دي حقيقة خلاص بعد اول هدف ايما هو عماد بيلعب على حاجة معانا مباراة. تشكيله حتى تشكيل اي اعماد مباراة كلها كده بيدور على ناس بدانيا كويسين قوي وعايز يقفل كويس قوي ويخرج بسفر سفر مش اكتر من كده لو جات بقى مكسب دي حاجة بتاع تربان. لكن بص بعد الهدف او بعد هدف تاني بص التغيرات العملها. الناس بكل بقى اللي هم الناس اللي هم نوعا ما كبير في السن شوية وخبرات وكده لكن هو ما كانش هو طريقته مبنية على كده. انا عايز اطلع سفر سفر. لكن مع مرور الوقت حتى وانت واحد سفر ردت فعل طلاق الجيش الفرقات كبير او ايما. اوي اوي. مهما مهما نحاول الفرقات بالعطل. بالرغم من غيابات الفرقات الاساسية. غيابات سبع لكن في سبع اساسيين بوجه نظر في الناس اللي موجود. فالفرقات كبير او. مهما يحاول وبالعكس هو كلها بيحاول كلها بعنده مشاكل هو. لانه بتسيب لك مساحات. المساحات عندك بتوصل كل شوية للجول. بقولك الهدف الهدف التاني بتاع ضربة الجزاء ما نتفرج عليه. مش ممكن طار بعدي وبيلعب كرة لمحمد مجدي اللي واقف لوحده النحية التانية في مكان فاضي تماما. دارك محمد مجدي ما حطاش لمسة واحدة. كان ممكن لمسة واحدة. لأ راح موقف على ماله وبيركنها وبعدين حصل اللي حصل وضربة الجزاء. فهي دي طبيعة 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 الفرق اللي بتلعب على طريقة واحدة. انا مركز في تعادل. خصوة ما بلعب فريق بحج مفقمة الناد الاهلي. انه برضه في حيرة. انا هلعب على هلعب على درون. طب الوقت انت جي فيك هدف وبدري. حظ الناد الاهلي حلو. وحظك انت وحش. هتصرف ازاي. اه بس اخلي بالك. هو كمدير فني. اكيد حاط السيناريو هات. والوضع الطبيعي هو انا بحط السيناريو. كويس. قدام النادي الاهلي في الفترة دية. ببقى السيناريو الاول. السيناريو الاول اللي انا حطه. لو جف اياه جول. كويس. كويس. وشكل ما تغيرش كتير. يعني بعد الجول الاول. برغم من الجول الاول. جي بدري. طبا. شط التاني. بس واضح ان التحضير. ما كانش يعني. واخد حيز. عارف ايمن. من فكر يا عماد النحاس. عارف ايمن. اللي نخلى يا عماد برضو. لحد ما. مش قادر يفسح الجيم اوي. خايف يخسر زينا. الهدف جي بدري اوي. اه. يعني هو كان بيقول. يعني لما لو جي اخر مجرد من اخر ربع ساعة. انا اروح اللعب كل في الكل. انما في الديه ستة واربعين. لو فتح. للملعب الفترة دي. للعيب للنادي الاهلي. الموضوع يبقى ثلاثة اربعة خمسة. من بدري. لكن. هو برضو استنى شوية. وفي الاخر يا ايمن اللي بيفصل في الامر. امكانيات لعبتك. امكانيات لعبتك. انت ما عنداش امكانيات. يعني بصد تغيرات العمالها كولر. عنده يعني تخيل غيابات سبعة وناس في الملعب وناس برا انت عندك دكة بودلاء جمدة جدا ده دي حاجة تحسب للنادي الاهلي وبادئ بناس والناس القعدة ورا كمان بالقوة دي لا هي دي ختمة الفرقة الكبيرة لما بحب بغير ببصع على دكة بودلاء بلاقي اكتر من حل عكس اي مدرب تاني بيبصع على دكة بودلاء بيغمد عينه وانزل مين احسن حاجة عندي في الملعب فالي برا اقل من في الملعب كتير فاعماد محدود برضو قبالة الامكانات محدودة في طلاع الجيش وبعدين مش بلعب حد مش بلعب ده بلعب النادي الاهلي فهو المشاكل كتير قوي في دماغه وقب برا فبيدور على الاحسن واسلم الحدود احسن واسلم الحدود انه هو يستنى 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 وبعدين خلاص الموضوع انتهى تماما بعد الهدف التاني خلاص مفيش مفيش فرصة مفيش فرصة انه هو ممكن يعوض الهدف وضغط وكده لعبت النادل أهلي بعد الهدف الموضوع بقى تماما مريح جدا بالنسبة لعبت النادل أهلي وكولر بدأ يفكر في تغييرات التغييرات كلها نازلة كله عايز يلعب وكله ما عندش مشكلة في حاجة خالص طاهر المتفى معه يسامه آه بيخطأ كتير جدا لكن عمل هدف التاني حلو جدا لمحمد مجد وضرب الجزاء وعمل نشاط في الجفة المين وعمل لان ده ما كانوا احنا كل شكوتنا احنا الاربعة ان انت قافل الملعب اول مع فريق متكتل كوندوسي استحال يلتزم بالخط مش بلومه على فكرة خالص هو اسلوب لعبه هو اسلوب لعبه ما ينفعش اجه اقول له التزم بالخط وانا عمري ما لعبت في دي وامكانياتك يا لعيب مش بتاعتي طاهر عنده سرعة قوي لما بيلعب الخط بيعرف اتصرف لما بيدخل جوه لحد كبير بيعرف اتصرف كويس قوي زي بقولك اتصرف الهدف التاني امتياز لان كمان طاهر واحد على واحد هو بدانيا احسن كمان ولسا نازل عدى كويس قوي طلاعي الجيش عامل خطأ دفاعي كارسي كارسي مش ممكن انا ببصه للكورة مش مزد ان محمد مجدي يعني لوحده الناس كلها بتبص على 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 طاهر كعادتنا هنا في كرة مصرية ايه بوزه بقولك استنعها معدد جدا حتى التغيير التغطير العكسية مش موجودة بتاع البص الملعب مش موجدين خلاص هما بعد الهدف الاول يا عيمن حالة يأس جوه الملعب مش عن دعمات لان اللعب حاسس ان مهما هيعمل انا مش قادر اجاري مش قادر اوصل والشوت الاول ايه بيدافع ويداق مساحته كلام من ده وانت ساعدته لكن الشوت التاني لأ انت الهدف خلاص دهك المساحت بدار عليها مع تغييراتك كل حاجة بقت متاحة بالنسبة لعبة النادي الاهلي على الجانب الاخر اعمال حتى حاول بتغييراته امر واحمد سمير ما فيش الوقت مش يسعيفه وانت مش ضغط النادي الاهلي والطرد كمان بص يعني لو كان عندك امل واحد في المليون بعد الطرد الموضوع انتهى تماما بالنسبة لك يعني اتنين صفر ومطروض من واحد مع النادي الاهلي في الحالة دي موضوع تماما مش 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 في حال دي وبعدين فيه مع مرور الوقت انت بدانين بتقل طلع الجيش بقل انت ما شاء الله بدانين كويس جدا عمد الله وتغييراتك فرقة معاك وبدانين عشان بيدافع فكمية جاريه كتير قوي مجهود مجهود بيحاول يجري ويقفل مساحة فبيتعب غصبا عنه لكن الهدف الرئيس في كل اللي حصل في التغيير الشوت التاني ده او في النتكتر مورا التوقيت الاكتر ممتاز للهدف الاول هو ده مفتاح اللغز ده المفتاح اللي خلى كل حاجة تكلم عليها اسامة وعدل وبلال وضحت من الهدف بدر خلاص انت بتلعب على دي حتى كولر نفسه كان مستهني الهدف ده بس توقيته امتياز فخلاص انت هدف ضمانة التالت نقاط الحمد لله بعد الهدف ده وهدف التاني موضوع انتهاء تماما خطوة مهمة جدا 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 لدرع الدوري عندك مورا خادمة اتنين شاء الله مع السلاميكا ان شاء الله تلات نقاط تفوز به ومبقى الامور تماما ما انت ما عندكش فيها مشكلة الحمد لله النادر قال لا لا استهال نهاردة المكسب ده ما بقول الكلمة دي النادر قال ما استرقش المكسب الشوت التاني كواس جدا متفوق هو المستحوز الشوت التاني كله وهدف كلها ما فقاش حاجة غير الهدف كمان اللي ضعت صحيب كاب مسامة يمكن ما كسب كتير فعلا نهاردة اداك كان افضل الشوت التاني ريحت مجموعة من اللعيبة اخدت اللي انت عايزه من الماتش مش عايز اقول بقى اللي مجهود ولكن بقى اللي الخسار الحمد لله رب العالمين ريحت مجموعة كبيرة الحمد لله المجموعة اللي لعبة قدت كسبت التلاتة نقطة الحمد لله ما فيش اصابات تلاتة نقاط جديدة بتضيفها بتؤمن بها صدارة الدوري وتعتلي جدول بترتيب تنظيم دفاع جايد والحفاظ على شباكك نظيفة والفوز بصناقية بالرغم من غياب عناصر اساسية كتير واصبحت الفرق بصراحة الفرق كلها كانت كلمت مع كابتن بلال قبل المبرافل النقطة دير اصبحت الفرق بتخشى مواجهة النادي الاهلي في هذه الفترة طبيعي النادي الاهلي كل فترة اه يعني النادي الاهلي يعني طول عمره سواء في الدوري سواء افريقيا سواء اه نادي معمول حسابه تماما من كل الفرق وكل الفرق بتخشى مواجهته مواجهته متاش صعبة بتبقى صعبة التوقع بيبقى بنسبة تعدل 70-80% المكسب ليه اه يعني كل اله في كل وقت بنلعبه وفي كل زمن كنا بنلعبه يعني غالبا النادي الاهلي بيبقى اقرب للمكسب والفرق بتخشى يعني وانا قلتلك كمان النهاردة طلع الجيش كمان مضغوط جدا 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 لظروف موقفه الصعب يعني هو بيواجه الاهلي دي مشكلة من الوحدها الاول يعني دي مشكلة من الوحدها الاول ان هو بيواجه الاهلي وكمان الموقف بالنسبة له اصعب لانه في ازمة كبيرة جدا ووضحت التعبيرات وواجه عماد النحاس والجهاز المعاون بعد الهدف الاولاني بدل جدا بعد الهدف الاول بين جدا يعني مش عايز اقول حالة يأس ولكن يعني يعني حاس ان هو يعني خلاص يعني ما كانش عايز بس خلي بالك انا عايز اكلمك في نقطة مهمة يعني يعني احيانا انت كمدير فني الانطباع اللي على وجهتك بيوصل للعيبة يعني اللعيبة لما بتشوفك بالمنظر ده هم نفسهم في الملعب خلاص يعني حاسين بحالة من اليأس مهما عاملوا مش هكسبوا الماتش النادي الاهلي هو الاعلى النادي الاهلي هو الاوفر حزوزا النادي الاهلي اللي ممكن يجي فينا جول تاني احنا صعب جدا ندخل اجواء المباراة تانية فالوضع الطبيعي ان انا زي ما اقول كابتن عليك وتقوله ان انت كمدير فني بتبحثت اكتر من سيناريو وانت بتلاعب النادي الاهلي السيناريو الاسوأ بتبحثه في الاعتبار اللي هو ايه لو دخل فيك جول بدري مصبوط انا مايش دعب بالتوقيت بتاعك جول انا ممكن الجول يخش فيها بدري انا لازم يكون عندي حلول انا لازم يكون عندي سيناريوهات انا اللي انا شايفه بدون استثناء مع الفرق كلها الفرق في الفترة دي بتخشى مواجهة النادي الاهلي انا بكلم على المستوى المحلي في بطولة الدول الفرق في الفترة دي بمجرد ما النادي الاهلي بيجيب هدف مش بده استسلم انما النادي الاهلي بيفرض ارادته وسيطرته على جميع الاوقات او جميع الاوقات في المباراة مصبوط بقا وده بنشوفه ساعتها على فكرة فيه كمان ايه نسبة الاستحواز نسبة الفرص نسبة الكرة السابتة ماشي معقول الاهلي احسن فنيا في الفترة دي متماسك بيكسب وتملي زي ما احنا قلنا المكسب بيجيب مكسب واخد كاس مصر من بيرامد بعدها وصل لنهاية افريقيا بالتغلب على الترجي وقابليه الرجاء ففي حالة فنية ومعنوية جيدة بالنسبة للعيبة النادي الاهلي فمعظم الفرق اما عايزة تبتلي بالتهديف او تقعد لاطول فترة ممكنة النادي الاهلي ما يجيبش جون لكن لما بيجيب جون ماشي ما فيش سنريات بس الامكانيات بقى امكانيات الفرقة وامكانيات اللعبة اللي عندك وامكانيات اللعبة اللي هتقدر تغير بيها وغالبا غالبا معظم الفرق الدوري بيبقى حاطط افضل العناصر قدام النادي الاهلي يعني النهار ده مثلا النادي الاهلي مريح سبعة ايه لكن معظم الفرق يعني مثلا الجيش هتلاقي دلوقتي في الفترة دي هما دول افضل الناس بالنسبة افضل العناصر عنده لا 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 افضل العناصر كانت عنده طبعا دي بعض الهجمات اللي كانت في بداية اللقاء اللي الجيش يعني احسن فترة الجيش كان بدي فيها او ربع ساعة او اول ربع ساعة اللي كان عنده امل انه يخطف الاهلي قبل ما الاهلي يقدر يجيب جون يعني لكن ما قدرش يستغلها وما قدرش يستمر في الحالة دي على طول لان النادي الاهلي في الشوت التاني بالهدف فرض سيطرته فرض امكانياته يمكن النادي الاهلي الشوت الاولاني يعني يمكن اخر كرة او كرتين هو اللي ابتدى نسبيا الاداء كان يتحسن في واحدة عملها محمد اشرف في نهاية الشوت ثم بداية الشوت على طول ما اجد افشا جاب الجون فابتدت سيطرة النادي الاهلي على مجريات الشوت التاني فده طبيعي ومنطقي ان الظروف اللي فيها طلاق الجيش ومع امكانيات لعبة النادي الاهلي وفرض سيطرته الروح المعنوية بالذات لما الدوري بيبتدي الماتشات تتناقص المواضيع بتبقى صعبة على فرقة الجيش الفرق اللي بتبقى في المؤخرة وكل اهدي طبعا اكتر كرة الشوت الاولاني بس ما كانتش عايزة الاوة دي من شريف من شريف اه اه كانت عايزة يعني لازم تبقى على الارض شوية محتاجة بس لاتشة رفيفة لاتشة رفيفة بالزبط اه لكن يغير بيات تجاه الكور اه لكن يا تاريمن اخطر كرة لنادي الاهل الشوت الاولاني ونهى بيها فالفرق زي الفرق في الجيش ووضعها ده لما بييجي فيها جون هو اه الكامت ان عماد النحاس عمل تغييرات بنزل تحاد حوت ونزل خواجة ونزل خالد امر وجوليو على اساس انه بيعمل اللي عليه وبيحاول ايه لكنه فيه الهزايم وموقفهم في الجدول واضح على عصبية بعض لعيبة الجيش طبعا هدف رائع لمجد افشا اه يعني هو بالمناسبة افشا خد رجل المباراة اه يعني هو يعني بص نقدر نتكلم فيها اللي عليه ما نجي نختار اه اه يعني لكن هو هو جاب هدف جميل صح اه توقيت كويس جدا بالنسبة للنادي الاهل وبالنسبة لأفشا نفسه لانه افشا بقاله فترة اه ما كانش بيلعب وبيشارك ما كانش الناس راضية كتير عنه النهاردة لما بينزل يجيب جن شكله حلو كده حتى شوت التاني ابتدى نفسه تتفتح شوية في اللعبة طبعا الجن اخطأ لكن عمر سولية ضغط كويس قوي وده الافشا اللي تصرف اه لم كويس قوي والمدافعين تراجعوا فهو لقى فرصة وسدد لفت لأ وكمان خدت لفت على وش رجلو الخارجي وراحت على ابعد مكان يعني بص انت رمات هو بيلف خدت وش رجلو الخارجي ففرقت كتير وراحت في ابعد حتة طبعا ده دي كرة اللي مصطفى طلع عملها كويس قوي بدماغه واسلام محارب بيحاول كان يحط برجله خبط وش رجلو في عينيه لكن مصطفى اتصرف فيها كويس فعامتا النادي الاهلي فرض سيطرته الشوت التاني هنا طلع بدماغه عينه كويس وعينه كويس عالكورة وراح عملها بس طبعا اسلام محارب كان حاوز في نفس التوقيت يحط رجله فالنادي الاهلي فرض سيطرته تماما الشوت التاني وزي ما قلتلك تحس انه فيه يأسة دب في لعبة الجيش لغاية لما الهدف التاني جيه وطرد فكان خلاص تماما المباراة قضى عليها تماما وثلاث نقط مستحقين للنادي الاهلي ويعني فوز بيجي فوز وبالتوفيق ان شاء الله الفترات اللي جاية يعني كنت عايز تقول حاجة كابتن عدل على تفوق مستور كولر على مدينة حاس يعني يعني اه والقول من وجه نظرك ايه شوفها كابتن ماشي تقولك حاجة يعني فيه مدربين بعد وفيه مدربين وفيه مدربين يعني يعني قادر اقولك مثلا انت لما تيجي تقرأ المباراة النهاردة كويس انت بتيجي اولا فيه سبع تمام اللعيبك داد انت بتلعبهم في النيد الاهلي ماشي وعمل الرتم بتاعك بنفس الشكل يعني بغض النظر على التجانس وفرقة تانية اه ممكن تكون العناصر اقل لكن مش شايف فيهم حد مش في مكانه الصحيح فيهم عدم يعني الكرة اللي زادي تعال تعال نتكلم فيها ممكن ممكن اه ممكن بعد جدا هيجيبوها تقدر تثبتها لا انا عايز يجيبها من الاول يجيبها من الاول نعيدها تاني اه ده تدريب اوقف هنا كلا ممكن ماشي نوقف اه اه ده تدريب اه ده شغل تدريب يعني ازاي انك انت الفرقة كلها تكون وشاها هنا وسايبها الرجل اللي واقف في الناحية دي دي كرسة في التكتيج ده اي 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 العيب صغير احنا دايما نتكلم على الباكل العكسي لازم يخش جوه ولما يلاقي العيب يقف معه في الحتة دي ما يدخلش الجو خرص او تأثير من لعب خط النص اللي هو كان مفروض يكمل مع محمد مجدي جد مفيش حاجة اسمان في الكرة تأثير تلما انت مدرب حط يحصل اخطاء ولكن مش الخطأ ده خطأ تأكتيج ده خطأ سازج انا بكلمك فيه اخطاء ممكن لعيب يقلش كرة هارض لك يقف اللعيب الكرة تعدي منه هارض لك لكن انا بتكلم بص افش وقف الكرة ووقف وبعدين يعني نسعب عشان كده بقولك فيه فرقات كتيرة من فرق مثلا بتلعب على محطات كتير وبطولات كتير غير فرق بتلعب في بطولة واحدة يعني سهل قوي انك تلعب في بطولة واحدة لانك بتلعب بطريق لعب وسهل جدا انك انت تحضر في عشر تيام مباراة في سبعة تيام مباراة في ست مليان مباراة لكن اصعب انك انت تقعد تحضر لمباراة واثنين عشان كده بقولك فيه فرقات كديرة قوي بغض النظر عشان برضو لازم نكون منصفين في الامر انت عندك لعيبة افضل لعيبة في مصر انت عندك افضل يعني افضل احتياط الاحتياط في مصر يعني انت لو اتكلمت على اللي برا اللي سكور في النادي الاهل النهاردة غير اللعيبة الاساسية فهتلاقي مش اقل من حوالي خمس ست لعيبة ممكن يبقوا اساسيين في اعظم نادي في مصر بعد الاهل ولكن في نهاية الامر انك انت تتكلم في امكانيات فرقة عن فرقة ولكن في ما تيجي مرحلة الكلام على المدربين هتعرف ليه في الاخطاء دي هتعرف ليه ماشي بس انت لما بتيجي تتكلم على المدربين احنا هنتكلم على حيث التغييرات المدربين لا هتعرف ليه الاخطاء دي متكررة لانه مفيش مدرب بيجتهد في الدور المصري لانه ضامن الاسبوع اللي بعده بمعنى او المحطة اللي جاية طالما ضامن المحطة اللي جاية مفيش بس انت عندك مجموعة مدربين اسماء بتتداول حولها فهم كلهم ليه ما بيجتهدوش ليه ما بيبقوش كويس في التدريب ليه ما بيدرسوش الفرق ليه لانه هو ضامن اللي هيودي المحطة التانية مش سبك من اللعب ولا مش لانك انت لو مسكت تغيير المدربين تلاقي واحد مثلا مغرق فرقة في 16 لا اكمل بس النقط اني وخلاص في 16 وال17 وتلاقي واحد يروح يمسك فرقة رقم 3 في الدوري دائمين هتلاقي انت تلاقي مدربين مسك ثلاث فرقة في موسم واحد دائمين ايه اخطائه مفيش محدش بيحسبهم ليه مش تقييم هو كل طالما انت ضامن المحطة الجاي من عملك يبقى مش تكتهد في المحطة دي كل مدرب مصر في الوقت الحالي معادة مثلا المدربين الاجانب ومش كل المدربين الاجانب اللي في مصر يعني الاهلي وشوية الزمالك كمان لان الزمالك المدرب اللي بيفشل الاجناب بيمشي والمدرب الاهلي بيفشل فبيمشي لكن جميع المدربين دخلوا شوية مدربين اجانب عملين يقول لك عليهم مشروع عملين يقول لك عليهم عبقيرة وبيعمل وبيقصر وبينزلوا الفرق وبيعوض ينسل زي اسمه اللي كماسك تكليس كل اللي يكلم لك ده مشروع ده عبد السلام نزل فرقيتين ثلاثة بس عادي يقول لك ده مشروع عبد سلام نزل فرقيتين ثلاثة عادي بي نكلم بي بعد كبير فأنت وتتكلمني يعني يعني ليه ليه مثلا ليه لمدرب النهاردة ليه تليه رح ليه كل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي هي دي اسباب الحتة الفنية اللي انت بتتكلم عليها حادش بيكتهد وم حادش بيشتغل بس ده من الآخر وفتحتني خلاص احنا كنا هنتكلم فيها لا مش اتكلم فاني لا لا بس هو قال لك مش هتكلم ما تكلم خلاص لا بقى 18 فرقة من وجهة ناظر مش خصية يعني 14 ويبقى كده حلو عشان تدين الفرق ولا 30 لعيب ولا 30 لعيب والله العظيم بس يمكن انت كابتن ما اشغلتش في الادارة الفانية بس انا عايز اسأل سؤال يعني الادارة فانية كمدير فانية ناظر اه ماشي اول ما هتكلم كابتن علاء وكابتن وسام انا ماشي ممكن احسن لا لما يبقى 30 لعيب عندك في القيمة في فريق الاول عندك وفرة ولا بيمس العيب عليك ده بالنزق وتختلف من مدير الفان تختلف من واحد الواحد ازاي النادي 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 طب اه اه انا انا بتكلم المصريين هنا عايز 40 لعيب معي 40 لعيب تمام ويبتدي نائز ايما هو عايز لا عايز ايما ايما يجيب منهم لعيب هتمرن 40 لعيب في الحصة التدريبية والله العظم لعيب هو يجيب منهم 30 هو انا عارف اي 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 انا احبت الكابتن عادل شوية تمام فخلاص انا بحب وعدي له فرصة لأقصى درجة كرهته شوية مش هلعبه حتى خمس دقايق تمام طالما عندي البديل بيجبر على انه يلعب اللعيب تمام اللي مش حبه بيجبر بص يا كابتن وشفناها واحنا مع لعيبة زمائلنا ومع وقال لدرجة من اللعيب التاني ما انا بقول مش كلهم انا قطت مش كلهم خط بالك ده اللي جو بمصر بس يا كابتن ده اللي بيجو بمصر اللي بيجو بمصر بس مش الاجانب التوال مفيش مدرب محترم مش عايز يكسب هكابتن مش مدرب محترم يشيل قلبه كده ويحط الشغل مكانه ده المدرب محترم فقط لغير انما المدربين اللي هم ناسف يعني ان نصكم عايز بهمني ان فيه مدرب عايز يخسر كابتن فيه مدرب ما يفرقش مع الخسارة مش عايز يخسر مش عايز يخسر ده اللي بنقعله في الدور المصري فيه مدرب مش عايز ليه زي ما قال كابتن عادل من شوية دور ده سهولة التنقلات في الدور المصري تخلي اي مدير فان ما يفاق ايه مش مش ينعلعب ايه ايه لا يحصل هخسر همشي هروح حتة تانية انا فيه مدرب والله العظيم يعني دون ذكر اسماء يعني فيه مدرب وكبير ومشغال قال لك بص انا ايه يعني لو ماشي همشي منين هاخد لي 200-300 ألف همشي واخد لي حتة تانية والله اقسم بالله العظيم الكلام ده بيتقال من المدربين ليا كابتن لانك انت النهاردة انا ياسف يعني مفيش يعني منظومة الكورة تمام منظومة الكورة القيادة بتاعتها لازم يكون يجيب حد مسؤول وبيفهم في الكورة ولو في الحتة يعرف يدير الكورة بشكل كويس لكن احنا للأسف الشديد معظم الاندية المصرية باستثناء طبعا الاندية كبيرة يعني الاهلي مثلا ممكن زمالك يعني مش عايز اقول اسماء بس باستثناء الاندية الكبيرة انت الرئاسية الاندية ما تعرفش عن الكورة اي وبعدين اي بيجيب من بقى مدير الكورة باش مهندس اا دكتور الباش ما عرفش مي طب اي خلفيتك انت كمدير كورة طب يعني اذا كان انت رئيس نادي انت اصلا ما لقيتش كورة قبل كده طب مدير كورة انت جايب ويدير المنظومة واصلا ما قابش هو كورة كمان طب من هي حاسب المدير الفن مين هيتكلم معاه مين هيقول له انت اخطاقت مين هيقول انت اشتريت مين هيقول له انت جيت مين هيقول انت جيت تفلان تعم بص علي كده مديرين كورة في الانديئة المصرية بص عليهم ما لاش مديرين كورة لا اساسا المفروض المفروض الكون فيه سبورس ديركتور لكل نادي مزبوط هلف في مصر في حاجة سبورس ديركتور فيه اصلا ما فيش اساسا لأن اصلا ما فيش بلان ما فيش تنظيم ما فيش قاعدة ما فيش هدف ما فيش جولز ما فيش تارجت ما بتشتغلش على حاجة يا كابتن ايمان. لو بتشتغل على حاجة كان عندك النهاردة مصر في الناشئين زيرو. زيرو. آه الفين وخمسة اوت ستة برا. الفين وثلاثة. الفين وثلاثة ما ما خد نصر. بنبعب هنا ما جابوش جول في ملعبنا جول. في ملعبنا جول. في ملعب هنا في البطولة بتتلعب هنا في مصر. تمام؟ المنتخب اللي قبل كده خرج ما فيش انت بقالك فترة من الزمن لان احوال كرة القدم في مصر بتغيرت وتقلبت. اتشقلبت. الوضع اتشقلب. زمان كنت تتفرج مسلا يقول لك زمان كاب يستعيني وبالعب تلاقي القدامة. مسلا. يجيبوا مسلا يقول لك ده بس ده همسك هيدير النادي. ده مدير رياضي بتاع النادي. او يجيبوا واحد من الزمن لك. او الناس اللي هابد كرة تدير تعمل 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 استراتيجي للاندية. اننا النهاردة ناسف رئيس النادي بيجيبوا واحد باش مهندس قريبه ابن خالته صاحبه حبيبه يعينه. اقول له انت همسك انت مدير كرة. بس كل اللي انت تعمله تنقل الاخبار. اخبار دي انت نرهي لك. عشان كده. النهاردة السمسرة هي اللي بقت تتحكم في السوق. مش مش الناس الكواليفايد هي اللي بقت تشتغل. ما فيش نهاردة الناس الكواليفايد قاعدة في البيت بتقعد في البيت. ليه? لان انت نهاردة زي ما قال كاب تن عادي. انا مش مش ضد اي مدرب. بالعكس. مدربين كلهم انا هتمنى ان هم يشتغل. بس كل واحد ياخد فرصة. اللي خد فرصة. والتاني خلاص يراح شوية. تمام؟ واحد تاني ياخد فرصة مكانه. عشان يبقى فيه منافسة يا كاب انت هانته يا كاب تن احنا بتحض الخر. يانته بتحض الخر وعمله صغر. يفي ناس من جوه هما اللي بيو بي فسهلون للي هو. عارف الصغر عبر عن ايه? عارف الصغر عبر عن ايه. انته الي هتمش هاه Lev. والظبط كتب. في لاش ده طاب? اتى انت اانته. إيه ايه ايه انته двиг هتسيب فلوس وانه لليه له ما هشياء. اللي LAXcyE. وه النهاردة يا جماعة. ايه ربطة الانديا المفروض تحط قواعد للمدربين واللي يشتغل هنا ما يشتغلش هنا والمدير الفني يشتغل لو مشي من نص السنة خلاص يريح يستنى للسنة اللي بعدها عشان يبقى فيه منافسة حتى في المدربين كمان اختيارات اللعيبة يا جماعة السقف بتاع الفلوس لكن انت ازاي بتدفع في اللعيب ده حتى اللعيبة الأجانب بيجوا من برا مصر انت لازم يكون لهم معايير ما ينفعش دول مصري ما صرف عالي مليارات تجيب واحد كان في الأزهر ولا واحد جاي بتماشى فعملت له اختبارات الكلام ده مفترض ما يبقاش مسموح داخل مصر ما يبقاش خمسة أجانب كتير جداً عالدور مصر كتير قوي عالدور مصر خمسة أجانب ماكسموم ثلاثة أجانب عشان تدي فرصة عندك لعيبة النهاردة بيجيبوا خمسة أجانب كلهم راسات حربة راس حربة ساكند سترايكر شادو سترايكر ساكند سانية واحدة بلعب عجب وممكن لعب سترايكر عجب الثاني ممكن لعب سترايكر عايز خمسة قدام عشان بيعدهم سرعة فقط حتى المداربين نظرتهم للمهاجمين نظرة ابتدائية عايز لعيب عنده سريعة هاته مش مهم يكون يقولك أنا هعلمه كورة هتعلم مين الكورة يبدأ الخمسة الخمسة كمان الخمسة اللي انت بتقول عليه هاتلي نادي الخمسة فيه وبلعبه ما بيش كل طوانتواشا بيجيب الععيب داخل في 17 من الشيخت تمام خد السباء وخد مركز ثاني ثالث بيجيبه وتحط الله أكبر سريع أنا أعلم الكورة اتعلم مين يا كبت مش رف تعلمه الكورة ما بتتعلمش لازم يبقى عندك موهبة لا 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 حبوب الوقت تتاخدها لا 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 راس لا 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 كبسول كبسول فالموضوع صعب ومار عحمة كريم صعب لازم يتحط القواعد كده لاختيار اللعيبة المدير الفنين والمسابقات المسابقات النشئين يا جماعة النشئين في بلاو بتحصل يعني احنا في السلوة تعلمش نتكلم عن بلاو بتحصل في النشئين دلوقتي يعني لكن في بلاو بتحصل في النشئين على الدبالك في القطاعات اللي تحت عشان كده ما هو انت النتائج لما تبصت يجبص على النتائج دي مش من فراغ يعني أكيد في مساوء بتحصل عشان كده احنا وصلنا لدرجة ان منتخب مصر اللي كان كل سنتين تسمع ده مفيش كبت النهاردة حتى ما بنصعدش كهاز افريقيا ده 2006 ما صعدتش بطولة افريقيا انت متخيل يعني ايه فرق منتخب مصر ما تصعدش بطولة افريقيا انت متخيل مش مثلا مش ما صعدتش للمربع الزهبي ولا خد الثالث ولا ربع ده ما صعدتش للتصفيات لا اللي خليك تضايق اكتر ردود الافعال افعال بتاعة المسئولين يعني دية خليك تضايق اكتر مفيش ردود بص كل الكلام اللي اتقال ده كويس اوه هي الموضوع بسيط جدا هو اخدني في حتة تانية خالص لا 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 الكلام الكلام صح تعبليال وعادل هو الموضوع بسيط جدا مفيش اخاب الموضوع تماما منتهي اصلا انا اقول لك حاجة ومين اللي حيعافظ ثانية واحدة ما ديش جاعه بقى ده فكر انا مسألك مين اللي حيحاسب ومين اللي حيحاسب يعني انت انت بتكريبوا عن نتاج ليه واللي بيحصل ده ما ده طبيعي على فكرة طبيعي جدا لكل المساوي اللي بتحصل دي وانت كل بتعمل مشاكل بتعملها دي اللي بقول عليها بلال ووسامة وعادل ومستني نتاج بلال انت مستني نتيجة مثلا لا احنا احنا مستنيين تحرك لا مفيش تحرك بصة بلال مفيش تحرك واي هتمشي كده عجبك عجبك مش عجبك خلاص ارغي وفي اي مكان وخلاص هي هتمشي كده هتمشي فساد هتمشي معرفة هتمشي حبايب هتمشي كل حاجة ده في العام في الاندية هتمشي ده ما هي السمصار اقو واحد في الاندية السمصار اقو واحد في المنظومة كلها هو اللي بيجيب اللعيب هو اللي بيجيب المدربين هو اللي بمشي وروحه بيجيب عشان كده انجح مدرب مع السمسار شطر قوي. غرق النادي ده مش مشكلة يعني. بعد ده باسبوع اذا عادل بتكلم. في نادي تانى انت هتروح له. طب لحظة واحد. لحظة واحد. هسألك سؤال. هل في علاقة بتبقى بين السمسار والرؤوسائي الانديه? طبعا. ده في رئيس نادي منه له السمسار والله العزيز. دراعه اليمين هو السمسار. وبحلب الله. والله كمان مرة. سمسار دراع اليمين لمعظم آآ رؤوسات الانديهة مصر. وهو اللي بيقول له اولا لا. والله يعني بيقول انت عاين اللي انت عايزه بعمل هو لك. السمسار. انا بقولش السمسار دي آآ من فراغ. انا بقول مش اكيد ده مش مش اندات كبيرة. ايه طبعا. مش النادي الاهل والحاجات دي. لا. ايه طبعا. انما في بقى اندية السمسار رقم واحد عند رئيس النادي. طب انا هقول لك السؤال تاني بس معلش. وبعدين نرجع للسؤال اللي انا سألته لكابتن بلال واخدني في الحتة دي. السؤال دلوقتي. هو انا كرئيس نادي. انا كرئيس نادي. مش عايز مصلحة النادي في المقام الاول. حلو او. كويس. طيب. انا يهمني ان المدير الفني اللي جاي ينجح. طيب. انا اللي يهمني اصلي كابتن بلال. قال لك وا مين اللي بيحاسب. ما عاش هيحاسب. كويس. كمل اسئلة. كمل اسئلة. كمل اسئلة. كمل اسئلة. اه. هو الفكرة بس انه مش في فرق. انا اكيد رئيس النادي عايز النادي ينجح. بس هو مش فاهم يلجحه ازاي. حلو. مش فاهم. بس النتاج مش في صالحه. طبيعي يجيب واحد. فالوضع الطريعي. فالوضع الطبيعي. فيه وفيه. اني لازم يكون فيه حساب. ما الراجل ده هيغرقني. ما المدير الفني مش ماشي كويس. اسيبه. اه. اروح اقول لي السمسار انا عايز واحد تاني. اصيبه. اه. اصيبه خلاص احد متغير واجري روح السمسار واحد. لا ده السمسار ليقوله. كابتن. يقوله ماشي ده. ممكن اديكوا واحدة بعد اذنك كابتن علاء. فضل يا هات. بقولك ايه. ايه سر تغير المدربين قبل الانتقالات الشتوية. لو حلته دي تعرفوا ليه المدربين دي بقية. طيب. انا الاسماع كلها كابتن. هقول الاسماع كلها والله. بس هو طبعا بدون الاساءة لاحد. ماشي? طبعا يا حبيب. اه. اه. ولكن انا عايز. هم اللي بيسؤلنا. هو السؤال. هو السؤال اللي انا سألته للكابتن بلال. التلاتين لعيب او الاربعين لعيب. بجانب المتصع عظيم. هل دي في صارح المدير الفني? ولا بيمس العيب اعلي. على حسب. على حسب ايه النادي ولا على حسب ايه? على حسب النادي. على حسب المدير الفني ده كايب. بس معظم مدير الفنيين ما يفرقش مع عربعين خمسين مش مشكلة. الاغالبية. تلاتين في تلاتين ايه عادل? تلاتين واحد. سألتوك سؤال محدش. ايه? ايه سر? لأ ده سؤال. بس علهو لكم. ايه سر? المدربين ما هو ده? المدربين اللي بيتغيروا في الانتقالات الشتوية. ده هنوصل له بعد كده. والانتقالات الصيفية. لما نيجي نتكلم. هو موضوع اللعيبة اللي انت بتتكلم عليه. موضوع اللي يعني. دي مرتبطي. مأتكلمو على عدد. اولنشات البلد. في واحد مش فرمها مش فرمها عدد. ليس وحد مش فرمها عدد. خالص. خالص. فقهاتة اربعين خمسين مش مش مشكلة. ده معضيها كده. ان هي وقت وعارف ان هو مش يتمشي مش بشش في حتة تاني. هي. وطبيعه هو مضبط خمسة وعشر لعيب. هو المسؤول عنه عن طريق السمثار هي كلها. عارف نشاء. اه. قافت الكرة مصرية دي. ان هي متاخدة سبوبة. متاخدة فايدة واخلع بيها. مش مهم الشكل العام ايه. ما هو السمصار. انا فشلت مسلا في نادي فلاني. ده خلاص قرب على الهبوط. مش مشكلة مشاك. تلاقي رئيس نادي عفريت. راح ديقى بنفس المدرب. ايه اللي هي يعني. يعني. او الله. ايه التغيير اللي هيحصل من نفس المدرب ده. اللي معروف طريقته. وشكله وكل حاجة. معك انت عبقار عبقار زمانك وحياتك. ايه. طب انا اقول ايه بمجرد السؤال ده برضو يطرح سؤال ثاني. هو ممكن مدرب يوفق مع النادي وموفقش مع النادي تاني. اه فيه. ماشي. 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 انا عادل. انا عادل. انا عادل. كمر. يعني. يا ايمن في مدربين. تلات اربع عندها في الموسم ونفس المدرب ونفس الاداة ونفس الشكل ونفس طريقة اللعب. وبيغرق ويمشي روحيته تانية. يا حبيبي الموضوع موضوع مدى قوة علاقاتك. والله العظيم. ومدى ما تخش بص للاسف يعني. عندنا شوطر وقسان دي هنا. لوزاز قوي. تعني انا بتخش عليهم بثانية. وهم يعني. مش هقول الاسلامة طبعا. اولا بيحب الشو والشهرة. دي اهم حاجة عنده. مش اهم حاجة عنده الفرق والنادي. لا لا لا. سمصار يخش غسيل مخ. وحياة ربنا تلاقي رئيس النادي سايب نفسه. اللي انت عايزه. بس هي ماشي كده. وعايز مستوى في الدور ده. وعايز منتخب بتكلم عليه بلا. انت بتهزره. انت احنا كنا كنا في الموتش احسن. طب. انت يعني جيت على نقطة. ما هي هي عايزة ايام نتكلم فيها. انت جيت على نقطة يعني. عامل حالة نفسه لبالقادم نفسه. والله العظيم انت بتشوفه. خلينا اقولك على تغيير المدربين السنة ده كابتن علاق. ماشي. وحنبتدي. حنبتدي. انا هتكلم بكل الفرق. وعدد مدربين عدد كبير جدا. منهم مدربين. عارف لعبة الكراسي الموسيقية. شغالة كده. طب. بالنسبة لتغيير المدربين. نبدأ بالدخلية. الدخلية بدأ بالريضة شحاتة. وناها بعد كده بعلاق عبدالعال اللي هو ماشي معا. اسوان بدأ بالكابتن ربيع عسين. ومعاه من بعد الكابتن ربيع عسين بعد اول ماشين ثلاثة. ايمن عبدالله. مستمر معا. طلاع الجيش. علاء عبدالعال بدأ. بعدين محمد يوسف. وبعدين عماد النحاس. حسنا بنكلم هو واحدة واحدة. اتنين دخلية. اتنين مدربين. اتنين اسوان. طلاع الجيش. ثلاث مدربين. البنك الاهلي. بدأ بخالد جلال. بعدين الكابتن حلمي طولان. بعدين اميرة عبدالعزيز بصفة موقعتها. بعدين بابا فاسيليو. اربع مدربين للبنك الاهلي. نادي المصري. بدأ بيهاب جلال. بعدين جيه. حسام حسن. فترة اولى. ومشي حسام حسن. يعني طرق سليمان مسك اه متشين تقريبا. حاجة زي كده حاجة بسيطة موقعتة. فترة مسائية. اه. وبعدين رجع حسام حسن مرة تانية. فترة تانية. وبعدين دلوقتي الكابتن ميمي عبدالرازق. يعني خمس تغييرات باربع مدربين. يهاب جلال. حسام حسن. طرق سليمان. حسام حسن. ميمي عبدالرازق. دكتور ميمي عبدالرازق. نادي الاسماعيلي. بدأ بجريدو. بعدين بصفة موقعتة. ايمن الجمل. بعدين احمد حسن ميدو. ثم اخيرا حمزة الجمل. اربع مدربين. فاركو. نونو الميدا. بعدين يهاب جلال. ثم طارق العشري. ثلاث مدربين. امبي بدأ احمد كشري. بعدين جي كابتن طلعت يوسف. ما عادش كتير. وبعدين تامر مصطفى. ثلاث مدربين. طارق العشري. مسك سموحة. بدأ بسموحة. وبعدين مسك بعد كده احمد سامي. المحلة. يبقى سموحة. اتنين مدربين. ومبي ثلاث مدربين. وفاركو ثلاث مدربين. محلة. بابا فسليو. بدأ بابا فسليو. بعدين. عبدالباي جمال. طالة توقم. وبعدين. رضا. اشت discovered. اللا هو بدأ مع المحلة. بابا فسليو بدأ مع المحلة. وبعدين يرح بعد کده البنك الع هذا. ده المشروع برضو. لا لس. بابا فسليو بدأ محلة. بدأ محلة بعدين عبدالباي جمال وبعدين رضا شحاته نمرة ثلاثة بيراميدز بدأ معا تاكس جونياس وبعد كده باتشيكو الزمالك فريرا وبعدين قسامة نبيه ثم عودة فريرا مرة أخرى بعدين أحمد عبد المقصود وبعدين متحة عبدالهادي وبعدين قساريو أو ست تغييرات بخمس مدربين سروميكا كيلو باتر أحمد سامي بدأ أحمد سامي وبعدين معين شعباني وبعد كده الكابتن حلمي طولان حرس الحدود أحمد أيوب وبعدين مؤخرا محمد مكي بقى هو المدير الفني يعني لو اتكلمنا هنلاقي التغييرات هذه اتنين أربعة سبعة حداشر أربعة أربعين 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 تحد الكرة بيطلع على قرار والناس بتقالها سنين بتتكلم فيه إنه ما ينفعش المدير الفني يشتغل في أكتر من مكان طيب ماشي المدير الفني ما ينفعش يشتغل في أكتر من مكان في صغر بس فيه سنة بس بس مقابلها إيه إنك أنت تعرف تجيب حقوق المدير الفني ده لما يمشي بمعنى أنا دلوقتي بشتغل في الدور المصري مفروض الطبيعي يبقى فيه تعاقد مع النادي الفلان فيه أندية أصلا ما بتعملش تعاقدات بالود كده أنت شغال وبيدي لك مرتبك وانت عارف وخلاص اللي لازم يبقى فيه إجبار أنه يبقى فيه عقد موسخ في الاتحاد الكورة طيب أنا سواء النادي بقى جي ماشاني ما فيه شغال موسخة لا فيه بعض المدربين مش كل المدربين فيه بعد كده الطبيعي النادي مثلا جي ماشاني كمدير فني أو أنا اللي مشيت النادي ماشاني مفروض بقى اتحاد الكورة يضمن مستحقاتك بما بالكامل آه طوال عقدك لغاية لما تشتغل زي الأندية الأوروبية لغاية لما تشتغل يعني أنا مشيت ونقص بستة شهور أفضل أخذ مرتابي شهريا طالما هما مشوني أو إلا لو اتفقنا اتفقنا على حاجة ومشيت دي واحدة الحاجة التانية لو أنا مشيت يبقى فيه برضو حقوق للنادي إن أنا مشيت بس النقطة بقى الكبيرة اللي هو بلال كان بيكلم فيها دلوقتي سواء انت مشيت بمزاجك برضاك أو النادي مشاك مفروض يبقى فيه حاجة واضحة في اتحاد الكورة إنك إنتا مش هتشتغل تاني في الدورة تنزل مثلا للدرجة بند واضح مجيش صغرات تنزل للدرجة التانية لكن إنتا بتلاقي ناس جوه للتحاد بيسهلوا الناس يقولك أصله هو اللي مشي مش النادي اللي مشاه وتلاقي مدربين النادي هو أصله النادي اللي مشاه مش عارف إيه فبتلاقي إنتا بتحط البتاع وحط تطلعها الصغرات لا مفروض تكون واضحة ومحددة ومقننة فدي نقطة جاية من الاتحاد وتنظيم موضوع يعني أرجع لنقطة قبل موضوع التكمية المدربين ده أنت قلت لما مدرب بيبقى عنده عدد كبير من اللاعبين الربعين اللاعب بص يا أيمن الطبيعي أن ما فيه عدد محدد زي ما أنت قلت 25 مثلا أو 27 أو كذا المهم يعني في حدود الـ 25 اللاعب لأن كل واحد يبقى الاحتياطي في 22 يعني وفيه ثلاثة ممكن يبقوا يعني زيادة وكذا لكن كل مكان يبقى فيه مكان بديل ماشي أو اللجوان مثلا يبقى ثلاث حراس مار أو أربعة فيه مدرب فيه مدرب بيبقى أفضل ومركز لما بيكون معه عدد قليل وده في الغالب فيه مدربين لما الموضوع بيوسع منهم وعدد لعبته كبير حتى فيه مدربين كبار على فكرة كده يعني فيه مدربين كبار بيشتغلوا مع عدد قليل تلاقيه ماشي بصورة كويسة أول ما العدد يوسع منه تلاقيه دخل يعني أنا عجل يعني لفظ كده بالبلدي لاص يعني يبقى كل شوية عايزي غير لأنه عايز مش عارف ده مثلا عندك ثلاث أربعة رصات حربة ألاعب ده ولا ألاعب ده ألاعب ده المطش ده وبعدين ألاعب اللي بعد والمطش اللي بعد وبعدين ألاعب المطش اللي بعد طب ألاعب دول في نص الملعب عندي ستة سبعة في نص الملعب هلاعب التلاتة دول وبعدين أغير الاتنين في واحد لما بيشتغل مع عدد قليل بيبقى مركز وده في الغالب بيشتغل الموضوع بيوسع منه فيه مدربين بيعرفوا يتصرفوا يتحكموا بيتحكموا حتى لو العدد كبير ويعرف يسيطر على الفريق وفي واحد بقى تبتدي تلاقيه بهوقت منه زي ما بيقولوا والأمور ولن تعرف له تشكيل سابت ولن تعرفته من الأساسي ولا من الاحتلاطي فهي مختلفة من مدير فني لمدير فني لكن أنا بقولك فيه منظومة الكرة عامة سواء بالنسبة للاتحاد أو أندية كتير مش هنقول كل الأندية أندية كتير عايزة تنظيم من حيث حقوق المدربين حقوق النادي زي المدرب هو اللي سابه عشان كده أنت بتلاقي كل شوية ناس رايحة وناس جاية وناس رايحة وناس جاية وناس رايحة وناس جاية ونفس المدرب تلاقيه يشتغل هنا أسبوع وبعد كده أسبوعين يروح ماش وتلاقي مدربين يتعقدوا دي غريبة برضو يتعقد مع فرقه دلوقتي وما يشتغلش معاه يومين نادي تاني طلبه بمبلغ أكبر تريس هابي النادي ده وراحي النادي التاني وشغال عادي ومشغالين عادي خلينا أولا كابتن عادل على الاستقرار الفني بالنسبة لبعض الأندية وماربع عن دية بس نادي الأهلي على رأس القايمة ميستر كولر مدير فني بدأ ومازال مستمر حتى الآن وأثبت نجاحات كبيرة فيوتشر علي ماهر ومازال مستمر ماولين كابتن شوقي غريب من نهاية الموسم اللي فات وبرضو ماشي مع الماولين كويس اتحاد السكندري وخلينا أتكلم على الاتحاد السكندري هو جاب زوران السربي كويس زوران كان حاطت هدف أن نادي الاتحاد يبقى في المربع الزهب النادي الاتحاد بدأ كويس وكمل المسيرة كويس وفضل فترة مفتلات في المركز الرابع فعلا كان متخدم في المركز الرابع لحد الفترة الأخيرة حتى زوران نفسه قال أنا مش عايز أكمل قال أنا حاسس أن اللعيبة خلاص ما عنداش الحافز ما عنداش الروح ما عنداش الرغبة إنها تكسب أنا حاسس أن يعني أنا مش موظف أنا جاي عشان هدف معين وأنا مش هكمل بالطريقة دي لأني طريقة إنه هو يعني مش عايز اللعيبة تلعب من غير رغبة لأ في هدف يعني اللعيبة تلعب من غير رغبة هو حاسس إن اللعيبة بتقدي كانوا موظفين ده بيتحك عليهم مش عايزين إسأل الحال مش بأسأل مش بأقول إساء هو بيتحك عليهم يعني هو الفرقة لما كانت كويسة كانت منه لا ما قالش كده لا ما قالش كده هو قال ليه ما ليش دعوا باللعيبة اللعيبة رغبتها قالت يا كابتن ما ليش دعوا بالل هو اللي يقوله اللي هو اللي يقوله يقوله لهم لكن لما يجي يتكلم وإحنا نسمع إحنا نحل الكلام كويس المدرب هو اللي من حق هو اللي بيعمل الفرقة كويسة زي ما أشدنا به وقلنا عليه ماشي كويس قوي وقصر الدنيا ورجع في استقلته عموما يعني يا كابتن ما هو هيرجع وبيقول كلام بس استهلاك هو لما بقى هو لما الفرقة قلت منه شوية عاوز يطلع شماع فقال إيه شماعته قالك أنا اللعيبة ما عنداش لعيبة اللي ما عنداش رغبة الرغبة دي منك أنت أنت المدرب طرح ما اللعيب كويس يبقى أنت مسؤول عنه لو نزل المستويه يبقى منك أنت لأنك أنت المفترض أنك أنت معك لعيبة محترفين تقدر تلعبهم كمحترفين لكن تبقى أنت محترف ومبسوط منهم لما يمشي كويس ولما النتائج تسوق تقول هي اللعيبة اللي ما عنداش ده راجل كان بيرمي المسئولية للفرقة على اللعيبة وده من أخطأ حاجة بيعملها مدرب اللعيبة دي ممكن ما ترجعلوش تاني كويس بمعنى أنك أنت المدرب أنت تحمل أنا دايما لما كنت أشتغل وأقول المكسب ليكو الخسارة لي أنا أنا اللي أخسر مش أنتوا اللي بتخسروا أن الطول ما أنت بتقوّل لعيبك لعيبك هيبديك في الملعب لكن أنت تيجي لما ماشي كويس تقول أنا وأنا عملت كويس ولما تمشي وحش ترجع تقول أنا اللعيبة هي اللي ما عنداش رغبة بعدين عادل تكملها لكلامك إمتى أقول كده مثلاً لو في لعيبتي ما بتخدش مثلاً فلوسها 3-4 شهور يعني بقى في تقصير من نادي أنا عندي مشاكل في حاجة معينة داخل الفريق مش خاصة بالنواحي الفنية بتاعتي لكن لو اللعيبة اللي أنا نادي بيديها حقوقها وكل حاجة منتظمة من أفضل رؤساء الأندية من أفضل رؤساء الأندية لحج محمد مسلم بيدي كل اللعيبة حقوق يعني أنا أقصو ويجاب له محسن مدربين أكمل أكتم فكرتي دي كلام أنا أنت أخذت مني كلام أستنى إيه يا أيمن أستنى أنت أخذت كلام أستنى إيه لما حقوق اللعيبة وصلة للناس وأنا أقول دي وكل حاجة موجودة يبقى يبقى لازم أنا أتحمل كمدير فن المسئولية ماشا لكن يبقى فيه جزء من المسئولية لو أنا لا لو فيه جزء من المسئولية لو اللعيبة مفتخودش حقوقها تعالوا العشان اللعيبة مش لو اللعيبة مش بطفق فلوسها لو اللعيبة عندها قصور في أي شي يبقى ساعتها ممكن أقول إنه هو بيبقى عنده حق لازم يبقى يتحمل ده اقول لك نقطة انا محتاج ان الكلام ده حصل في فترة اسبوع او خمس ايام اللي الحج محمد مصلحي اتقدم فيها باستقالة اي 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 فهو حاس ان اللعيبة تأثرت بالاستقالة اه فحاسس بان اللعيبة نازلة موظفة ما في ايه نازلة موظفة في ايه في الملعب في المباراة ولا تمرين مباراة يا كابتن كابتن شوف الحج محمد مصلحي من افضل رؤساء لاندي انا بنتكلم بممتع الامانة لانه راجل اولا بيجيب العيبة على مستوى ما بيبخلش على حد حاجة عمل منظومة كويسة بيجيء حتى في استقرار من من الناس المستقرين طول السنة دي هو يعني انت اتكلمت على اتحاد اسكندرية وعلى ما اقولي العرب وعلى فيوتشر وعلى الاهلي قلت الاربع عندي اللي عندهم استقرار ودي حقيقة منهم الاتحاد السكندري بس انا عوز اقولك حاجة بقى اخيرة بالنسبة للمدربين انت شفت العدد اللي انت قريته دا كله اللي بيقودهم ثلاثة مصرة تعرف دي ولا لا اللي بيقودهم ثلاثة مصرة انا عارف اسماعهم ثلاثة مصرة او اربعة بالكتير اللي اربعة دولار بيعملوا ايه مقسمين الدوري انت معاك ثلاثة اندية وانا معايا ثلاثة اندية اللي اربعين لعيب اللي انت بتتكلم مع كابتن اسامة والثلاثين لعيبوا الحاجات دي هو ما يهمهمش العدد هما يهمهم كام واحد هيتغير في اللعيبة في كتير قوي بيجيبوا لعيبة لازم تتغير ما بيجيبوش لعيبة كويسة يجيبوا ثلاثة اربعة لعيبة كويسة والباقي يبقوا مش كويسين عشان لازم يتغيروا ما بين الشتوية دي والشتوية دي عشان يروحوا الحتة التانية ياخدوا فلوس ويروح دا الحتة التانية وطول ما انت قاعد بتقلب في الموضوع انا سألتكوا سؤال وخلاص ما انت ردت على السؤال جاء بلال اجابني عليه اللي هو اللي هو ايه اللي هو ايه بينتقل في الاوقات المناسبة في قبل ما ينتهي الموسم لازم يجيبوا المدارة وفي الاخرة كابتين انا عاوز اقول لك كلمة حتة القوانين اللي احنا بنتكلم عليها دي مطاطية مش مطاطية وبس دا هم اصلا متفقين التلاتة الاربعة اللي انا بكلمك عليهم متفقين ازاي اخي انت هتمشي انت تقول عليه ماشي طب انت مش هتقول عليه ماشي مش هجيب لك 17 لعيب 17 لعيب دولا هنزبق يعني الكلام دا كل فاهموا التهديدات والحاجات دي فالناس دي هي اللي مشغلة الناس دا فيهم واحد مش هتكلم على الاسماع فيهم واحد ما عندوش تجارب في الكورة التجارب ببسيطة جدا ولكن عشان في واحد منهم القوي القوي على الاطلاق بيشغل في اي حتة وفي اكبر حتة بغض النظر على النتيجة ينزل يطلع نزل فرقة مش يطلع فرقة بس هو علشان فيه علاقة ما خاصة فبس هي كده شكرا بس انا احسن في النادي الاهل اخير اربعين سنة كابتن عبدو صالح الوحش كابتن صالح سليم كابتن حسر حمدي بشمانس محمود طاهر وكابتن خطيب وقابلين من الفريق عبد محسن كامل مرتكت بكلمة كانت آخر 40 سنة اللي حصدت فيها كم رهيب من البطنة. صحيح. بص كم واحد في يوم كان لعيب كرة ولعيب كرة فز محترم شخصية عقلية احترافية. بس صحيح. طيب كابتن علاء رجل مبارات اليوم. طبعا مش موافر محمد مجد خالص سنة. ما عافش ايه المعايير والاخترات اللي بيقولوا عليها دي. ما عالينا اه جاب هذا في حلو كل حاجة بس ما شو راجب مباراة. راجل مباراة ديانج. انا هقولي اتنين زي كل مار. لا انا في اتنين عجبوني النهاردة بس طبعا قليو ديانج راجل مباراة لكن عمر السلاء النهاردة برضو. الى حد ما في تحسن في الاداء في التمرير. اه لكن ديانج هو راجل مباراة. كابتن عادل. خلصنا موضوع المدربين. اسمع كابتن. انا انا بقالي. انا بقالي. انا بقالي. اسمعني. غاية. هقول لك يا كابتن. يغاية. انخلص بطولة افريقيا. انا يعني. بقول نجم المباراة. من وجهة نظري. اننا ساعد الفرقة. في الوقت الحال مصطفى الشبير. ماشي. وانا زي المطش اللي فات علي. على اسمه ايه. على لطف. لا 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 لا. اه بلال. هاه بلال. كنت أقول لك. اقول لك يا كابتن. رجل مباراة من وجهة نظري. انا علي لطف يا بلال. انا 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 بقعر افكارها. طب وعلي لطف من مكشين. كان هايه طبعا كبه. طيب وجهة نظرك كابتن. بلال. رجل مباراة اليوم. أنا شايف أن أليو ديانج هو أم يزلعيب النهاردة في النادي الأهلي يأتي من بعده يعني افتتاح المبرهوة ومجد أفشي يبقى من وجه نظر نجومنا الكبار أليو ديانج هو رجل مباراة اليوم هتروح لفاصل نرجع بعد الفاصل نستقبل خابرنا التحكمي المتميز كابتن نصر عباس للحديث عن حالات تحكمية انتظرونا